وللمزيد معنا عبر الهاتف رضا سقر رئيس حزب الاتحاد أستاذ رضا أرحب بك وبعد انتهاء المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات والتي أعلنت فيه الجدول الزمنية للانتخابات الرئاسية المقبلة والفترة الزمنية القادمة نستطيع القول بأنه تم يعني بدأ العد التنازلي لاختيار رئيس لجمهورية مصر العربية لفترة رئاسية قادمة أقف عند كلمة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة والتي أكد فيها بعيدا عن محددات الجدول الزمن فالأرقام والتواريخ واضحة وسيتم نشرها ولكن تأكيد رئيس الهيئة على أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين دعوته للمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة محليا وعالميا لمتابعة سير العملية الانتخابية ودعوته بكل الصدق وتابعناها في كلمته في نهايتها بكل صدق دعا كل المصريين في الداخل والخارج للإدلاب أصواتهم والذهاب إلى صندوق الاقتراع هذه الحالة كيف تبعتها؟ أهلا بيك وأهلا بيك وأهلا بيكاد المشاهدين خلينا أقولك أن طبعا الهيئة الوطنية للانتخابات هي هيئة مستقلة تماما وهي اللي بتخصص بالعملية الانتخابية وفقا للقانون والدستور وبالتالي منذ أن أعلنت المرة السابقة والمرة الحالية ببدء العملية الانتخابية وأعلنت عن الإجراءات اللي بتتموا أن في تعهدات الهيئة بتتعهد بيها والتعهدات دي مهمة جدا لأن هي دي اللي بتكفل الحق القانوني والحق الدستوري لكل مرشح وأيضا بتكفل برضو حق الناخدين أنه يتطمن أن الانتخابات هتقام بشكل فيه شفافية وفيه نزاهة وتحت إشراب قضائي كامل هم تعهدوا طبعا من قبل بأنه هم هيقوا على مساحة واحدة من كل النواسعين وده حاجة مهمة جدا وإن فيه شفافية ونزاهة وفقا للمعايير القانونية الدولية وتحت إشراب قضائي كامل وأيضا أنه هيسمحوا لكل المرشدين أن يكون يوم مندوبين داك الهيئة ومندوبين في ميجان الفرد وهيسمحوا كمان بتعهدات يعني وأنه يبقى فيه رفابة من المجتمع المدني سواء كان المحلي أو إفليني أو دولي وأن فرص الذين ينتولوا الترشع أو المترشعين الحصفين فرصهم متساوية في عرض البرامد والمقترحات أمام الشعب المصري وأن الهيئة هتوقف على مساحة واحدة وعلى الخياد من جميع المرشعين والنهاردة الإعلان كان عن الموعيد وعن الشروط والضوابط أن يجب أن تتوافر في المرشعين وده مش عاكسين أخذ فيه دا مهارك قلت لأن دا جدول هيؤلن ولكن كان مهم جدا أن الناس تتذكر وتعرف أن في الشروط يجب أن تتوافر وهي العتبة الانتخابية لأن العتبة الانتخابية دي هي المهمة وهي دي اللي هتخلي المرشح يقبل أو لا يقبل فلازم الناس تبع عرفها سواء كان خمسة وعشرين ألف توكيل من خمستاشر محظة كل محظة لا يقل عدد توكيلات عن ألف أو عشرين بتوكيلات من عشرين نائب داخل البرلمان ده مهم جدا لأنه هو ده أول ضابط من ضوابط الترشح وقبول أوراق المرشح يعني هذه الخطوة هي من تحول المرشح المحتمل لمرشح فعل الأساس رضا صقر رئيس حزب الاتحاد شكرا جزيلا لك على هذه المدخلة